موسيقى من أهم المساهمات اللي ساهم فيها المشروع أولاً هو إعداد وتدريب المربيات على استقبال الأطفال ذوي الإعاقة لدينا أطفال ذوي إعاقة في المنطقة والمناطق المحيطة أحياناً نجد صعوبات في استقبال الأطفال صراحة المشروع أولاً ساعد المربيات على التعرف على مفهوم الإعاقة بشكل عام وعلى تدريبهم على استقبال أي أطفال لديهم ذوي إعاقة وهذا كان من أهم الأهداف اللي كنا سابقاً نسعى لتحقيقها وهذا بتحقيقها الحمد لله من خلال هذا التدريب طبعاً بجانب التدريب اللي كانت تكون فيه اللي هما أخصائيون مختصين في الإعاقة كان في لدينا أنه تنفيذ أنشطة خاصة بالأطفال ذوي إعاقة والآخرين لأنه إحنا من خلال المشروع الهدف الأسمى هو دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال السليمين قمنا بعملية تدريبية ل27 مربية من مربية رياض الأطفال حول أسباب الإعاقة وخلفية معلوماتية حول الإعاقة في قطاع غزة وفلسطين وتطور التاريخي للإعاقة ومراحل المهم والتطور ومفاهيم خاطئة في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة وكيف نستطيع أن نبني خطة فردية وخطة سلوكية للأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال وما هي الروضة الجامعة للأطفال ذوي الإعاقة وكيف يمكن أن نكون قادة في داعم ومساندة قضايا الأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال في نهاية التدريب استطعنا أن نخرج ب27 مربية من مربية الأطفال أصبحنا قادرات على التعامل مع الأطفال داخل رياض الأطفال وأصبحنا قادرات على الاختشاف المبكي للإعاقة وأصبحنا قادرات على وضع خطة فردية وتعليمية للأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال كما أصبحنا هؤلاء المربية قادرات على التعامل مع كافة الأطفال داخل رياض الأطفال والتعرف على المفاهيم المحلية والدولية التي تساند وتدعم الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال لاستكمال العملية التدريبية يجب العمل على إعداد دليل تحويل ما بين رياض الأطفال الموجودة في محمد سمن قطع غريصة وما بين مقدمي الخدمات التأهلية وذلك من أجل تعزيز الاختشاف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في رياض الأطفال ووضع خطة علاجية لهم من خلال تقديم الخدمات لهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني موسيقى موسيقى